السلام عليكم ازايكم جماعة عاملين اي يا رب تكونوا بخير? ان شاء الله النهاردة هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناة اي بوكسي ورلد. باتمنى ما كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وتابعوا جماعة الفيديو ده للنهاية علشان تستفيدوا بكل المعلومات الاكيدة. وكمان الصحيحة. في بداية اي فيديو احنا بنشتغل ومن المتعرف ان هما مادتين بيبعوا مع بعض اول مادة اللي فيها اللي بتكون الاي بوكسي. تاني مادة بتكون المصلق. بيتم خلط المادتين مع بعض بنسب محددة او متساوية على حسب نوع الرزن المستخدم من خلالك. لان جميع انواع الرزن مختلفة النسب. وكمان مختلفة المواصفات الفنية. فهتلاقي انواع مثلا مخصصة انها تشتغل للترابيزات فقط. في انواع مخصصة للاكسسورات تشتغل لكل حاجة. ودايما هتلاحز ان مادة الرزن يعني مش هتفضل شفافة طول العمر او على طول. جميع انواع الرزن قابلة للاسفرار وبتسفر مع مرور الوقت. غير كده كمان بتكون بنسب معينة او بنسب متفاوتة من نوع الى اخر. لكن المصلب اللي انا بصبه قدام حضرتك دلوقتي لونه ابيض. ودي كانت مشكلة اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات. ارجع للفيديو اللي فات. هتلاحز ان احنا اتكلمنا عن المشكلة. وقلنا ليه المصلب اساسا يعني هتلاقي الرزن اللونه شفاف. المصلب لونه ابيض. المصلب لونه ابيض ليه? اتكلمنا في النقطة دي اتو وشرحناها بالتفصيل. وقلنا ازاي نتفادى الكلام ده كله. فابدأ دلوقتي ان انا بقلب مادة الرزن بتاعتي بهدوء وبطء وبالراحة وفي اتجاه واحد. لان فقعات الهوى كده كده هتتكون هتتكون. يعني وانت بتقلب هيزهر معك اللي هي اساسا الميكرو بابلز اللي دايما بتكون صعبة على المبتدئين. وازاي نخرجها وازاي يعني انشيلها من القطعة وانشيلها من الكوباية ازاي? والحل بيكون بسيط جدا هو انك يعني اتقسم كوباية الرزن بتاعتك على اكتر من كوباية علشان الكمية بتاعت الرزن بتكون كبيرة. فده اللي بيخلي الميكرو بابلز يعني تتكون. تمام? فبالتالي المعلومات اللي بتتقال في اي فيديو فهي متكررة وكمان يعني جديدة. هتلاقي ان انا بقول معلومات جديدة في كل فيديو. فحاول انك تاخد بالك. ان شاء الله ان شاء الله. الاسبوع ده هنحاول ان احنا بقدر من الامكان ان احنا ننزل فيديو ساعة من الرزن. فيديو النهاردة هنخلط حاجة بسيطة كده او هنعمل حاجة بسيطة للناس اللي دايما بتسأل على خلط الوان الرزن. انا لو حطيت اللون ده مع اللون ده هيدي درجة ايه? لو انا عايز لون مش عارف ايه? لو انا حطيت اللون ده على اللون ده وضفتي ليهم لون كمان. هل الدرجة اللي انا محتاجة هتظهر معي? ده اللي هنشوفه اساسا في فيديو النهاردة. وكان في يعني معلومة بتقول ان احنا لو ضفنا اللون الابيض مع اللون الدهبي اللي هو الابيض المايكة الالوان اللي بتلمع الالوان البرونزية مع اللون الدهبي. هيدينا اللون اللي هو او اللون اللي هو المشهور ده اللي بتلاقيه دايما في الصواني او الشيالات. طبعا احنا يعني التجربة خير ودليل وهنجره. احنا معنا دلوقتي اللون اللي هو اه الابيض وكمان اللون الدهبي والالوان ديت الوان مايكة. هبدأ دلوقتي انا احط اللون الابيض والابيض يكون بكسرة. بعد كده هاخد كمية من اللون الدهبي. وانا اغلطت هنا. ايه الغلطة اللي انا اغلطتها? ان انا زودت اللون الدهبي اكتر من اللازم. كان مفروض اساسا احط كمية يعني ربع كمية اللي انا حطتها او نصها كمان لكن آآه في تصوير الفيديو بيكون في لقاطات خارج عن اراضتنا فمضطر ان انا اكمل الفيديو. لكن هنلاقي درجة مختلفة برضو. وده اللي هتشوفه معي دلوقتي وانا بقلب مادة الريزن. اهم حاجة انك لما تيجي اه تخلط الوان المايقة لازم تخلطها كويس جدا. او اي الوان بودر. لان بيحصل فيها ترصبات. بيحصل فيها ان اللون ما بيندمجش كويس مع مادة الريزن. فده بيحصل يعني بيحصل للقطعة بتاعتك ترصبات من تحت من نتيجة الالوان. حاول انك تقلب بالراحة برضو يعني وتقلب ببطء وما تصرحش ايدك في التقليب. يعني ما تعملش بسرعة لانه ممكن اساسا الكوباية تسخب منك في الكمية اللي انا عاملها دي كلها. ملاحز بقى درجة اللون بقيت عاملة ازاي? اه هي لو كانت اللون الدهبي دا قيلة هتبقى افضل بكتير لان اللون اللي انا محتاجه لون كل الناس بتسأل عنه. تمام? بعد ما بخلص مرحلة التقليب بتاعتي المفروض ان بتيجي مرحلة تانية وهي مرحلة الصب. لكن قبل مرحلة الصب انا قلت لك. المعلومة لو انت عايز تخرج الميكرو بابلز يعني هتقسم كوباية بتاعتك على اكتر من كوباية. وفي حاجة كمان انا دلوقتي لو عايز اخلط الوان. اخلط الوان عادي جدا ما فيش اي مشكلة. فبالتالي ممكن يعني تلون وتصب عادي كده كده الميكرو بابلز هتتوغل جوه. ممكن تخرجها بعد مرحلة الصب على طول. انا مش هكتفي بكده وقلت بقى طالما لون بلون نشكل ونعمل كوستر. انا كنت يعني هعمل كمية بسيطة اصبها في سلسلة او دلية كده. علشان نشوف درجة اللون مش اكتر. طيب انا هنا عملت ايه? عملت الكوباية بتاعتي بالالوان بتاعتي اللي انا استخدمتها خلاص وهنجيب ورق ايه? ورق ده. مع العلم ان في منه اوراق كتير. دهب فضة نحاس آآ فيه الوان منه كمان البنفسجي الاحمر اخدر الموفي الازرق الاسود الاصفر. ففيه منه درجات الورق ده. فابدا دلاتي ان انا باخد كمية بسيطة من الرزن الرزن الشفاف. وبخلط آآ ورقة الدهب بتاعتي اللي انا حطتها في العلبة دي كلها. اخلطها مع الكوباية بتاعتي. يبقى انا كده معي كوبايتين رزن وبعد كده بتيجي مرحلة صب مادة الرزن. صب مادة الرزن لازم يكون المكان مستوي. ركز في المعلومة دي. لو يعني القلب بتاعك مش محطوطة على مكان مستوي. هتلاحز ان اساسا الرزن هيميل منك يمين او شمال. طيب انا اتجنب ده ازاي? صب على مكان مستوي. القلب بتاعك يكون محطوط في مكان كويس. ما شيلش القلب بعد الصب. وبرضو لاحز هنا انا بعمل ايه? انا بجيب الولاعة بتاعتي وبخرج فقعات الهواء المتكوين في الرغاوي كده. تمام? ببدأ دلوقتي ان انا بجيب قطعة اللي هي قطعة من السراميك ومشارت سراميك ممكن اي حاجة عندك اه يعني تصب عليها كده او القلب بس يمسك نفسه عليها. وبجيب كوباية الرزن بتاعتي وبعد ما بجيب كوباية الرزن بصبها كلها. تمام? هبدأ بقى ان انا اجيب الكوباية التانية اللي هي كوباية الرزن التانية. وهبدأ ان انا اصب آآ ورق الدهب ده. واسيب الشكل بتاعي ينشف خلال اربعة وعشرين ساعة او تمانية واربعين ساعة. المهم ان كده الشكل هيكون انتهى. درجة اللون حلوة جدا 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 جدا. غير كده كمان ممكن اللون يتغير بعد اربعة وعشرين ساعة او تمانية واربعين ساعة. بحيس ان الخلاص يكون خاض الوضع بتاعه او الشكل بتاعه. تابع معي الفيديو ده للنهاية وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايا. بعد مرحلة الصب هبدأ دلوقتي ان انا اجيب الولاعة واخرج برضو الميكرو بابلز المتكونة على الوش او الفقعات يعني بتاعت الهواء ديها. علشان الشكل ما يكونش متخرم. لان انا لو سبتها ممكن الشكل يكون متخرم. فبالتالي هستنى اربعة وعشرين ساعة او تمانية واربعين ساعة لان فيه انواع بتنشف اتناشر ساعة واربعة وعشرين وتمانية واربعين واتنين وسبعين. فهتلاقي الانواع مختلفة في النسب والمواصفات الفنية. بعد اربعة وعشرين ساعة او تمانية واربعين ساعة نقدر نخلع القطع بتاعتنا من قلب السيليكون. وده الشكل النهائي. وكمان ده اللون اللي احنا آآ كنا عايزين نطلعه. وبصراحة لون تحفة جدا جدا جدا. وفي في فيديوهات جاية ان شاء الله هنحاول ان احنا نعمل درجات الوام مختلفة. يعني هنخلط ده مع ده. هنشوف اللون النهائي هيكون عامل ازاي. انا كده خلصت الفيديو بتاعي. بتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. اشتركوا في القناة